هذا وقد وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم الى الرياض قادما من المنطقة الشرقية كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين عند باب الطائرة بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض كما كان في استقبال الملك المفدى بساحة المطار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز صاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سعود بن عبدالعزيز صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة لشؤون الطاقة وصاحب السمو الأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء وصاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن فيصل محافظ المجمع وصاحب السمو الأمير بندر بن عبد العزيز بن عياف وصاحب السمو الأمير منصور بن ثنيان بن محمد وصاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب وأمير منطقة الرياض وصاحب السمو الأمير نايف بن بندر بن عياف وصاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكية الأمير خالد بن عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب أصحاب الفضيلة والمعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد وصاحب السمو الملكية الأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكية الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكية الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد وصاحب السمو الملكية الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز مستشار وخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار وخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكية الأمير سطام بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكية الأمير الدكتور خالد بن تركي بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكية الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي وصاحب السمو الملكية الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكية الأمير تركي بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد الإله بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبد العزيز كما وصل في معيته رعاه الله عدد من أصحاب المعالي الوزراء